موسيقى هذا كل واحد فيكو يبقى معنا نوت نوت صغيرة زي دي الناس المشتركة عندي في القناة كلانتس اللي بتابعوا معايا اي حد بيحب الرياضة لازم معاك نوتس زي دي نوتة وقلم كده صغير مش عيب ان انت تخليهم معاك وقت التمرين تسجل فيهم الاوزان متاعتك والعدات اللي انت اه اخدتها في التمرينة بتاعتك تكتب كل تمارين اكتب اسم التمرين حتى انت مش عارف اسمه بالانجلش اكتبه العربي مش عارف اسمه بالعربي وصفه تمرين المرجحة بالضنبل تمرين الحلزونة اكتب اي حاجة انت تفتكيرها تمام؟ ونكتب المجموعة الاولى لقيت بوزن كزا والمجموعة التانية بوزن كزا والعدات قد كزا دي هتفيدك كتير جدا في خلال التمرين اللي بعد كده او الحصص اللي بعد كده هتعرفك انت ميزانك او وزنك بيزيد في التمرين ولا لا العدات بتاعتك ايه اخبارها هل بتلعب بوزن مناسب ولا لا بتقط حسب نفسك بين الوقت اللي التاني هل انت بتلعب وزن مناسب ولا بتدلع تمام؟ دي اول حاجة عايز اقول لكم عليها عشان خاطر في حلقة هنزلها قريب هتكلم فيها او هكمل فيها موضوع الالياف العضلية وهيبقى فيه صلة قوية جدا بين موضوع الاوزان وبين تكملة حلقة الالياف العضلية واقصى وزن دي اقدر تجيب بيها عدة واحدة عشان لكم الموضوع ده في الحلقة الجاية بس لازم الناس كلها والناس المشتركين والناس المتابعين للقناة يكتبوا الاوزان والاعداد بتاعيتهم في النقطة زي دي مش عايب خالص بالعكس انت هتعلم في نظر اي حد هيشوفك يعرف ان انت راجل فاهم وراجل متخصص جاء اول حاجة في الحلقة الصغيرة فيه السنوب تمرين هكلمكو عليه وهو H-I-K-E وهو بيحاكي فكرة صعود الجبال او صعود المنحدرات او الانكلاين الاسلوب ده اقوى اسلوب بيرفع من معدلات نبضات القلب او تمام فكرته ان انت بتزود الاوزان على جسمك لو تقدر زي ما انت هتشوفوا دلوات هتلاقيوني شايل شنطة تمام الشنطة اللي احط فيها وزن طارة على حسب بقى ربنا سبحانه تعالى ما يقدرني خمسة كيلو عشرة كيلو على حسب ما اقدر هشيل تمام الفكرة ان انت بتزود الوزن بس مش مهم يبقى كتير تمام وفيه انا عندي وزن كده بتربط في الرجل من تحت هتشوفوه ورده في الفيديو واحد تيلو تمام وهنرفع الانكلاين لاقصى درجة ممكن ان احنا ندفع عليه التريدميل وزي ما قلت التمرين ده تمرين كارديو ومفيد جدا واقصى تمرين ممكن يقصر او يرفع من معدلات القلب لذلك انت ما بتحتاجش ان انت تمشيها او تعلي السرعة بتاعتك وانت ماشي على التريدميل هو هيكفيك بس ان انت تطلع المنحدر وشايل وزن زيادة على جسمك تعالوا نشوف مع بعض هي دي فكرة الوزن اللي بتحطه في الكليك من تحت زي ما احنا شايفين كده كمام طبعا الوزن ده فكرته ان انت بتصعب المقاومة بتاعت الحركة بتاعتك فبالتالي بيقى فيه حرق اعلى في الصعودات الحرارية في وقت اقل وطبعا احنا بنقول ان احنا بنحاكي فكرة صعود المنحدرات او الانكلين او الجبال زي ما الصورة اللي انا حطيتها قدامكم هي الفكرة كلها ان انت بيبقى وزن جسمك عكس الجاذبية وانت طالع فكل ما كان اتقل كل ما كانت المقاومة اعلى وبالتالي تأثير التمرين اقوى تعالوا شو مع بعض دي سعر 10% دي سعر 19% هل تمام؟ يعني مش يعني مش ليفل 10% يعني دي ممكن اهلا بكتير دي سعر 25% ده الوقت الى انتشيتوا حد دلوقتي حضركم الكاميرا على عرض عشان تشوفوا مستوى الإدفاع تعريباً على جسمي حيزا أودوكم أن أرأت المستوى الأبصى حياتي كده اللي هو عشرين في المئة بسم الله من شاء الله معدن ومضاد القلب عندي على الفيت بيت باين مئة ثلاثة وخمسين مئة ثلاثة وخمسين تمام مئة أربعة وخمسين بسم الله من شاء الله بتهم مجرد زي ما قلتلكم ماشي تمام وتزود الحمل على ظهرك وفرج ليك تقربوها وإن شاء الله هتلاقوا فيها الفيتة كبيرة جدا وستنيني في حلقات تاني قريباً السلام عليكم لمزيد من الحلقات وبرامج التدريب والتغزية المجانية والإجابة على كل استفساراتك الرياضية ما تنساش تتبعني على الفيسبوك والسناب شات وإستجرام ودريجرام وما تنساش تشترك القناتي على اليوتيوب كل ده ممكن تمصله بسهولة لو بحثت عن فيتفور أربس وبرده ادخل على فيتفور أربس دوتكم هتلاقي عالم الرياضة بين ايدي حتى لو كتبت في جوجل فيتفور أربس هتوصل لي يعني هتوصل لي وساعتها هتبدأ مهمتي ومساعدتك لتحقيق خلمك موسيقى